حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صع سعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بن تقيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه من مرض ولناد دول معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي يأكل منها فاطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ما إنك ناقه حتى كف قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا أصب فهو أنفع لك حدثنا يونس قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر العدوية قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه فذكر الحديثة إلا أنه قال ثم جعت لهم سلقا وشعيرا قال أبي وكذلك قال فزارة بن عمر سلقا حثنا سريج قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صع ساعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وعلي ناقه من مرض قالت ولنا دول معلقة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يأكلان منها فاطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول مهلا فإناك ناقه حتى كف علي قالت وقد صنعت شعيرا وسلقا فلما جئنا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا أصب فهو أوفق لك فأكل ذلك شكرا 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 شكرا